ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة 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 المترجم لك إذا أردت أحد أخير في الأنغلاق في الأنغلاق في الأنغلاق أو يمكنني إيمايل ويمكنني إيمايل أن أعطي كل المهم يحتاج أول مرة طلعت فيها الأخلاقيات المهنة كانت في خلال العصر الذهبي لعلوم في الشرق الأوسط نشرت عام 910 ميلادي نشرت كتب عن الأخلاقيات في المجال الطبي وكذلك لوائح جديدة حول ترخيص الأطباء اللي كانت قائمة بمقام تقريبا هيئة سعودية للتخاصصات الصحية كان في اسمين مهمين في هذا المجال في أخلاقيات مهنة الطبيب إسحاق الرهاوي وأبو بكر الرازي هذولا اسمين يعني جدا مهمين في هذا المجال اللي هو أخلاقيات المهنة والترخيص والترخيص اللي تنعطى للطبيب أو الممارس الصحي إسحاق الرهاوي كتب كتاب اسمه أدب الطبيب وصف فيه عملية ترخيص الأطباء وحفظ سجلات المرضى واستخدامها في التعليم ومراقبة الجودة والتقاضي يعني سابق عصرة بالسنين ضوئية كان وقتها عام 910 ميلادي الطبيب لا يمارس الطب حتى يجتاد الفحص ولديه خبرة وكان اللي يسوي لهم الفحص فريق من الأطباء يسوي لهم امتحان ويعطونا تقريبا رخصة طبية ولما يعطونا الاعتماد يجلسونا على كرسي يسمونا كرسي الحكمة يجلس عليه ليعرف المرضى أن هذا الطبيب موثوق فيه ومعتمل ألف سنة نمشي نظام مزاولة المهنة الصحية صدر بالمرسومة الملكية عام 1426 في هذا النظام مكتوب في آدابه وواجبات ممارسة مهنة الطب أو ممارسة الصحية بشكل عام يتندرج واجبات الطبيب نحو المريض هي طبعا احترام المريض ضمان خصوصية المريض احترام استقلالية تبصير المريض وطبيعة المرضى حماية مصلحة المريض كتمان سر المريض وأهم شيء الرعاية الشاملة للمريض هذه الرعاية الشاملة نريد أن نركز عليها شوية لأنها هي لأغلد الأخطاء الطبية تكون دارجة تحت هذا البند الرعاية الشاملة للمريض تشمل تسجيل الحالة الصحية للمريض الميديكال هستري كامل والعلاج يتصير المرضية الشخصية والعائلية قبل ما نسوي تشخيص وعلاج يعني هذه الأشياء كلها لازم تتعبف الملف بشكل وافي وكافي ومفصل التزام الدقة في الفحص الطبي والتشخيص وصف العلاج كتابة وبوضوح ما تحديد مقداره وطريقة استعماله وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقييد بالأسلوب الذي حدده للعلاج ينشرح له بشكل وافي والأثار الجانبية سواء كانت من الدواء أو من العملية العلاجية اللي بيوفرها للطبيب أو طبيب الأسنان أو الممارس الصحي واشي يتوقع من هذا العلاج الطبي أو التدخل الجراحي رصد المضاعفات الناجمة على العلاج الطبي أو الجراحي والمبادرة إلى علاجها متما أمكن ذلك إن هذه من كلها في الرعاية الشاملة للمريض في نظام مزاولة المهن الصحية في المادة التاسعة لا يجوز للممارس الصحي في غير حالة الضرورة أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه مثلاً طبيب أسنان أطفال يسوي تقويم أو مثلاً طبيب أسنان عام يعمل زراعة أسنان أو مثلاً جراح يسوي كراونز أو بروستودونتك تريتون فلازم فقط يلتزم بالعمل وفق الصلاحيات أو الانتيازات الضبية والوصف الوظيفي الممنوح له وفقاً للتصنيف والتسجيل بالهيئة وعلى جهة العمل إبراز الصلاحيات كتابياً وتقيد بها لازم تكون وابحة للمريض معلقة مثلاً في العيادة أخفاق المنشأة في إبراز هذه الصلاحيات كتابياً يعد مخالفة للنظام في المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية يعني فيها مهين مادة طويلة لكن يعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي التقصير في الرقابة والإشراف طبعاً الرقابة والإشراف على جودة العمل جودة العلاج على جودة الملفات الطبية على جود الأشياء كثيرة ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارسة الصحية من المسؤولية الممارسة الصحية دائماً مسؤول ما في شيء يعني مهما هنحط كتابياً في الملف أو لما يصلح المريض أن يقول الممارسة الصحية غير مسؤول عن لا ما يصلح الممارسة الصحية دائماً مسؤول طبعاً هذه المادة تشمل التقصير في الرقابة على التزام الطبيب والأسنان أو الطبيعة والممارسة الصحية بالكتابة في الملف أو اتباع الطريقة المثلة للعلاج وهي كمان تعدى الإختصار يعني مثلاً لو طبيب أسنان عام عمل زراعة والعيادة اللي هو فيها موافقة عليه أو أنها قبلت البلوس للزراعة من غير ما تتائله هذه أخصاق في الرقابة والأشراف ومخالفة للنظام طبعاً في نظام ثاني كمان عملتها وزارة الصحة اللي هو نظام المؤسسات الصحية الخاصة هذول النظامين اللي هو النظام الممارس الصحي والنظام المؤسسات الصحية الخاصة يجب على كل واحد فينا أو كل ممارس الصحي يقرأ بتماعهم شديد جداً لأننا إحنا ملزمين فيه سواء عرفناه أو ما عرفناه فلازم تعرف حقوقك وواجباتك وتعرف كيف تحمي نفسك في هذا النظام المؤسسات الصحية الخاصة في المادة الثالثة يقول يجب أن يتوفر في المؤسسات الصحية الخاصة نظام المعلومات اللي هي سجلات طبية سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتقصير في الرقابة على التزام طبيب الأسنان بالكتابة في الملف وتعبئته بشكل صحيح ووافي هو من مسؤولية المنشأة أخفاقها يعتبر مخالفة للنظام ولا يعفي الممارسة الصحية وطبيب الأسنان من المسائلة يعني هي المنشأة تصير شريكة معا في المادة الخمسطاش من نظام المؤسسات الصحية الخاصة يعني أي عيادة أو مختبر أو مركز الشعة لازم يكون المتخصصين فيها مرخص لهم العمل بالمواصفات أو الامتيازات الخاصة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المتخصصين العاملين فيها وإجراءات العمل اللائحة التنفيذية من نظام المؤسسات الخاصة في التخصصات والأنشطة الإضافية يقول لك لازم يكون أي إضافة أو في تخصص صحي يعني مثلاً طبيب أسنان عام يبغي يسوي شيء متخصص يا أما تقويم يا أما تركيبات أو شيء لازم يكون عنده تسجيل إضافي لهذا الشيء اللي يبغي يسويه من هيئة السعودية للتخصصات الصحية وترخيص إضافي من وزارة الصحة مثلاً زراعة الأثنان زراعة الأثنان من أكثر القضايا اللي احنا نشوفها في الهيئة الصحية الشرعية من الأخطاء الطبية زراعة الأثنان والتقويم هذا الشيء من أكثر الأشياء طبعاً في كل شيء موجود لكن زراعة الأثنان والتقويم لازم لهم رخصة خاصة لو كان طبيب أثنان عام يبغي يسويها عدم موجود هذا الترخيص الخاص وإبرازها طبعاً كمان مسؤولية المنشأة تكون مشاركة معاه في الخطأ الطبي أو في المخالفة وموافقة للفوتير كمان للشخص الغير مؤهل أو غير مرخص يعد مخالفة للنظام المادة 26 تقول يجب على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح أحكام نظام العمل والعمال لمن تريد التعاقد معه وكذلك دليل الإجراءات والوصف والوظيفة لازم نشرحون لبالضبط 2 حدود شغلة يعني لا يتعدى على الحدود بحقه ممكن هو يكون لو كان واحد أجنبي مثلاً ممكن يكون دارس في بلده شيء إضافي بس ما عنده ترخيص خاص فيه فما يصلح يطبقه كان سعودي ممكن يكون في البلد اللي درس فيها يكون مرخص له بعامل أشياء معينة لكن هنا في السعودية ما هي مسموحة أو ما هي مسموحة له ممكن يكون مسموحة لواحد تخصص ثاني لنفرض مثلاً في طب أسنان الأطفال السديشن أو التهدئة يعني هذه أنا مرخص أقدر أسويها في المملكة المتحدة في بريطانيا لكن غير مرخص لها هنا في السعودية اللي هو مثلاً الـ IV سديشن اللي في الوريد مثلاً فلازم تكون المؤسسة الصحية الخاصة أو حتى العامة تعطي وصف وظيفي واضح للشخص ولا تعفي الممارسة الصحية من الخطأ يعني عدم المعرفة لا يعفي من المساءلة في اللائحة المنظمة نفس الشيء يجب أن توضح الممارسة الصحية نظام مذاورة المهنة الصحية واللائحة التنفيذية لكن في حالة عدم وجود دليل أن المؤسسة ما وضحت للطبيب للنظام وما تأكدت أنه هو ملتزم بها يجعلها شريكة في الخطأ الطبي يعني تساءل زي بالضبط المسؤولية القضائية الشرعية في قضايا المسؤوليات الطبية يعني قضايا شائكة فيها لكن أول شي نعرف الخطأ ما هو الخطأ؟ الخطأ الموجب للمسؤولية أو المساءلة هو الانحراف عن الأصول والقواعد التي تحكم مهنة الطب وتقيد أهلها عند ممارستهم لها هذا الخطأ لازم يكون فاحش كبير ما يحتمل نقاش فني ولا تختلف فيه الآراء يعني مثلا أنا دارس في بريطانيا بمدرسة معينة ممكن واحد دارس في أستراليا أو في أمريكا يكون عندهم مدرسة مختلفة اختلاف الآراء أو اختلاف الطريقة في العلاج ما تعتبر خطأ طبي يعني حتى لو الشخص الآخر يشوف أنه أنا طريقة خطأ لكنها مدام فيها اختلفت فيها آراء ما يعتبر خطأ طبي لازم يكون لا يحتمل النقاش طبعا الأخطاء قد تكون نتيجة لعدة عوامل ممكن تكون جهل ممكن تكون تعدي أو ممكن تكون تفريق نشرحها واحدة واحدة الجهل الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن ايش معناته بالكلام؟ يعتبر هذا الحديث أصل عند أهل العلم تضمن المتطبب الجاهل إذا عالج غيره واستذر بعلاجه ويدخل فيه من كان في حكم الأطباء طبعا كل الممارسين الصحيين ممرضين يمسؤولين الأشعة كلهم يدخلون في هذا القاعدة والجهل ممكن يكون جهل كامل بالكلية بالتخصص ممكن يكون واحد سباك فجأة تنسر طبيب أثنان ما درس أثنان لكنه قاعد يتعلم في الناس أو ممكن يكون جهل في الجزئية والثنين على نفس المقدار يعني ممكن يكون أنا طبيب أثنان متخصص طبيب أثنان أطفال لكن مو مسموح لي أو أجهل تفاصيل في تخصص تاني فأنا يعتبر الجاهل بالجزئية كالجاهل بالكلية التعدي هو أن يفعل الطبيب ما ليس له فعله كأن يعطي مثلا جرعة زائدة من المواد المخدرة أو أو يقوم جراحة ذر المريض مثلا خلال الزراعة يخرم أو مثلا أو يزيد في جرعة الدواء بما يضر المريض ونحاجته أو شيء مرة مهم أن يتعدى في التشخيص أو الفعل يعني ممكن يكون يحط في الخطة العلاج أو تريتمنت بلان أشياء ما هي موجودة في فهم المريض أو يقول له لازم أسوي لك عملية وفوق الحاجة للمريض يعني أحيانا يبغى يتكسب من وراء أو يبغى يتعلم عليه أو أي شيء يعني هذه كلها تدخل في التعديل الأخيرة اللي هي التفريط أو الإهمال هو ترك الطبيب ما يجب عليه فعله مثلا الفحص الكامل للفم لما يجي مريض ويفتح فمه حط بين يدي طبيب الأسنان أمانة أمانة كبيرة أن طبيب الأسنان لازم يكشف على كل شيء مو بس يشوف السن المؤلم لازم يشوف كل السوف تيشوز يشوف كل الأسنان اللي جنبها يكون فحصة شامل دقيق لأنه لما المريض جلس وفتح فمه حط الأمانة عند الطبيب أنه يتأكد أنه شاف كل شيء ويتأكد عليه ما شاف هذا يعتبر من التفريط والإهمال حتى لو كان شغلة كويس في الأشياء الثانية أو ترك المتابعة اللادمة للمريض مثلا سوالة عملية وما سوالة أو مثلا ما قال أنك لازم تجي بعد أسبوعين عشان أفك الخيوط أو أي شيء ترك المتابعة أو إعطاء العلاج المناسب وقت الحاجة كمان هذه فيها مسؤولية أحكام الأخطاء الطبية تنقصن إلى جزئين إذا صار عندنا خطأ طبي يكون فيه جزئيتين مهمة أول شيء فيها حق خاص اللي هي مثلا دية أو إرش الإرش اللي هو يكون جزء من الدية حسب البرر أو تعويض هذا الحق الخاص طبعا دية السن الواحد 15 ألف ريال وفي دية كاملة تنعطى يعني هي تقريبا 200 ألف الدية الكاملة لو ذهب حاسة تسمع أو حاسة تبطر أو حاسة تشم حاسة تضوق أو القدرة على الكلام أو العقل أو منفعة الأكل لو راحت أكثر من حاسة كل واحدة لها دية كاملة يعني ممكن تتراكم يعني ديتين ثلاث ديال حسب الحالة اللي موجودة يعني ممكن الواحد يفكر يقول إن طبيب أسنان إيش ممكن يسوي كيف ممكن يبعد هذا الأشياء لكنها تسير تسير ممكن ينعطى أنسيزيا أو بلق في مكان غلط ممكن ينعطى خلال السيرجري يكون فيه ممكن بعد الجنرال أنسيزيا يكون فيه ممكن يكون فيه أشياء ممكن طبيب الأسنان يتسبب بها ووفاة قد تصل للوفاة يعني فيه حالات وفاة على كرسي الأسنان نشوفها بالأسف وفيه الجزء الآخر اللي هو حق عام الحق عام هو أي فعل من طبيب الأسنان يتعدى ضررة لمريض آخر بنتكلم عليها بلتفصيل البعد شوية لكن الحق الخاص يكون ضررة يعني على المريض فقط لكن الحق العام يكون الضرر يتعدى قد يتعدى للمريض الآخر مثلا عدم كتابة الملف الطبي يعني البروغرس نوت هذه تعتبر حق عام لأنها إذا أنت ما سويتها مع هذا المريض فأنت غالبا رح تسويها مع اللي بعده واللي بعده أو مثلا أي أو علاج عصب من غير هذا يعتبر حق عام لأنه يتعدى هذا المريض للمرضى اللي بعدين ما نقدر نعرف كيف تسوي هذه حقوق عامة حقوق العامة طبعا فيها انذار أو إيقاف عن العمل أو غرامة مالية أو سجن أو إلغاء الترخيص بمداولة المهنة الصحية تماما وشط بالاسم من سجل المرخص لهم طبعا هذا التدرج حسب خطورة المخالفة اللي تم عملها أو مدى تكرارها يحددها القاضي ويحددها اللي هي الأخطاء الطبية ممكن كمان نفصلها أو نحط لها معينة الخطاء المهن الصحي ممكن يكون يأما خطأ في العلاج نفسه أو نقص في المتابعة أو الجهل بأمور فنية يفترض في من كان في مثل تخصص الإلمان بها أو إجراء عمليات جراحية تجريبية غير مسبوقة على الإنسان من غير ما ناخد الكنسنت من غير ما ناخد اثيث الابروفل أو بحوث علمية وتجارب من غير ما ناخد الاثيث الابروفل أو الاعتماد الأخلاقي على المريض أو إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار من غير ما هو يعرف لازم يكون عارف ومعطي موافقته ومشروح للموضوع كله أو استعمال آلات أو جهزة طبية دون علم كافي بطريقة استعمالها اللي هو مثلا نقدر نشوفه أكثر في الجلدية ممكن يكون حد فني ويسوون ليزر هير رموبل ويسوون أشياء أو مثلا طبيب أسنان يسوي بوتوكس أو فيلر من غير ما يكون عنده تدريب خاص أو ما في احتياطات بمنع حدوث هذا الضرر من جراء هذا الاستعمال التقصير في الرقابة والإشراف سواء من المنشأة أو من الطبيب نفسه أو الممارس الصحي عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به يعتبر كمان من أكثر الأخطاء الطبية اللي احنا نشوفها اللي هي مثلا يجيني مريض وأتفلسف عليه وأقول له لا ما يحتاج أحول مثلا الأورال سيرجن عشان يخلع الثيرد مولر وأنا أحاول أخلع الثيرد مولر أو الضرر العقل وأتسبب في ضرر يا أما ينكسر يا أما يصير عنده نيرف دامج وأنا ما أنا مؤهل بدل ما يعني أسوي لك مع المختص هذا عدم الاستشارة أو عدم التحويل للمختص يعتبر خطأ طبي ومنتشر كثير أخطاء الطبية تنقسم إلى ثلاث أقسام في أخطاء ما قبل العلاج وأخطاء أثناء العلاج وأخطاء بعد العلاج أخطاء ما قبل العلاج اللي هي مثلا أني أشتغل في تخصص غير تخصصي أنا تخصص أثنان أطفال خلاص هذا بس حدودي ما أتعداها حتى لو أنا دارس كطبيب أثنان عام كل الأشياء لكن بما أني تخصص أثنان أطفال لا يحق لي أعمل مثلا أو 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 لا تخصص أخطاء في مولرز أو أو إلى آخره السجلات الطبية ما تعبّت كويس التاريخ المرضي الأدوية التي أخذها المريض هذه كلها تعتبر أخطاء ما قبل العلاج خطة العلاج أو التشخيص أول إذا كان في مشكلة ما عرفت أشخص صح أو شخص غلط أو فشلت في أني أشخص المشكلة خطة العلاج سواء كانت فوق الحاجة أو غير وافية كلها تعتبر أخطاء قبل العلاج تقدير نوع وكمية العلاج وشرح المضاعفات المحتملة يعني بعد ما أسوي تريتم بلان كاملة لازم أشرح المريض كل شيء أو أشرح للأهل وأقول لهم أشياء المضاعفات اللي ممكن هل ممكن يكون في ألم بعد العملية ممكن يكون في نز ممكن يكون في يعني دوخ ممكن يكون في حسب إذا ما شرحت المضاعفات هذه كلها تعتبر أخطاء ما قبل العلاج هذه كل الأخطاء ما قبل العلاج حق عام أي واحد فيها حتى لو المريض تنازل عن حق الخاص في حق عام لا يسقط طيب الأخطاء اللي أثناء العلاج هي تهيئة الوضع للعلاج مثلا نحط رابردام قبل ما نسوي أو قبل ما نسوي علاج عصر أو استخدام أدوات خاطئة تسبب في مضاعفات يعني بدأ قعد أخلع السن وكسرت الألف الأربون أو العظم أو أو مهارة طبيب الأسنان وقدرة ومقدرته يعني رحم الله أمرئي نعرف قدرة نفسه لازم الواحد يعرف بين حدود مقدرته وما يتعدى عليها يعني أنا جاني شي حتى لو مثلا طبيب أصنع أطفال وجاني شي في الطفل وأعرف أن أنا ما عرف أسوي هذه الجزئية المفروض أحولها الواحد ثاني أو ما أتعدى عليها وأدرب نفسي بعدين لكن ما أجرب في مريض من هذه الأخطاء استخدام الأدوات الخاطئة أو التسبب في المضاعفات هذه تعتبر حق خاص ما فيها حق عام لأنها خاصة في المريض هذا بس لكن تهيئة الوضع للعلاج ذي ما قلت مثلا زيارة بردام أو مهارة الطبيب وقدرته على عمل العلاج المعين هذه تعتبر حق عام لا يسقط بتنازل المريض أخطاء بعد العلاج اللي هي المتابعة عامة بعد العلاج نسويت لأكستراكشن لازم أشوفها بعد فترة سويت لسوت شرينج لازم أشوفها بعد فترة واحد صار لنطاح على سنة وصار لتراما لازم أسوي لأكستراكشن اكتشاف وتشخيص المضاعفات لازم أنتبه إنه صارت في مضاعفة مو بس أقول لأ خلاص هذا هو كده طبيعي وروح والتعامل معاها المضاعفات المتوقعة أو تحويلها للمختص لو أنا ما عرف تسويها أنا تجيني مثلا أسوي شيء صارت فيه انفلكشن كبير أو صارت فيه مضاعفة غير متوقعة وأنا ما عرف أتعامل معاها لازم أحولها لمختص المتابعة ما بعد العلاج والتحويل للمختص هنا هذه حق عام بينما اكتشاف وتشخيص المضاعفات والتعامل مع المضاعفات المتوقعة تعتبر من الحقوق الخاصة كيف نثبت المسؤولية؟ طب عندنا واحد مثلا جاء وأشتكى مريض ورفع قضية وقال أنا هذا خطأ طبي هذا الممارس الصحي سوى لي هذا المشكلة فيه إثبات في إثبات دلة الإثبات الشرعية فيها درجات أول واحد الإقرار إن الطبيب الأسنان أو الممارس الصحي يقول أي وفعلا أنا سويت هذا الشي أنا أقر هذا طبعا أعلى درجة في الإثبات يجي بعدها الشهادة شهادة طبيب تاني أو ممرض أو مساعد على شيء معين لكن لو كانت شهادتهم هذول اللي معاه أو اللي حوالينا يعني تتضمن إثبات دفع الضرر عنهم يعني كلهم تجمعوا وشهدوا عليه علشان هو تروح منهم التهمة تنرد شهادتهم ما تنأخذ لو كانوا هما في يعني متورطين كلهم في نفس المشكلة شهادتهم على الشخص لا يعتد بها الشي يعتد فيها يصير لازم يكون قرار من أهل الخبرة والاختصاص أو تقرير خبير نشوف هل هذا تقصير من الميض أو فيها مشكلة طبعا من أهم الأشياء اللي تعتبر في إثبات المسؤولية اللي هي المستندات الخطية التقارير سجلات المستشفى الفايل هذا من أهم الأشياء اللي تحميك كبمارس صحي لازم تكون أي شيء تكتب فيه لأنها من أهم الأشياء اللي يعني ممكن تبرأ الشخص وتحميه طبعا لما نتكلم على الملف غير أنه طبعا فيها تريتمنت بلان لازم يكون فيها الميديك الهيستري لازم يكون فيها الكنسنت الكنسنت من أشياء جدا مهمة ويغفلون عنها ناس كثير لازم يكون فيه موقع من المريض على خطة العلاج والموافقة على المبلغ المالي و ثالث لشرح المضاعفات المحتملة يعني أحيانا أنا أشوف في الحالات اللي تجينا يكون فيها موقع الكنسنت اللي هو اللي هي العامة ممكن يكون فيه مثلا بعد التقدير العام يعني مضاعفات عامة من تقدير العام يكون فيه ألم و وهذه الأشياء لكن لو كانت العملية الجراحية لأنها بسويها أو التدخل للعلاج اللي بسويها له مضاعفات خاصة لازم يكون تنحض يعني لازم تذكر وتكتب في الإذن أن ترى فيه أشياء خاصة ما 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 تكفي الفورمة العامة اللي في المستشفى لازم يكون فيها شرح للجزئيات الدقيقة لو كانت موجودة أو لو كانت التدخل العلاجي أو الجراحي يكون موجود فيه لازم هذه كلها تكون في الملف الهيئة الهيئة الصحية الشرعية يعني موجودة أنشئت تقريبا في عام 1426 وكمان مع اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم في 1439 أنشئت الهيئة الصحية الشرعية طبقا الفصل الرابع من اللائحة الخاصة بالتحقيق والمحاكمة هذه الهيئة يكون فيها رئيسها قاضي لا تقل درجة عن ألف يعين وزير العدل ومستشار نظامي كمان يعين الوزير ويكون فيها أعضاء يكون فيها عضو هيئة التدريس من أحد كليات الطب وعضو هيئة التدريس من الصيدلة هذا لي يختارهم ممثل وزارة التعليم العالي في هذه الهيئة في الرياض ويكون فيها طبيبين وصيدلي من دوي الخبرة والكفاية يختارهم وزير الصحة الصياد للي في الهيئة اللي هم يا أما عضو هيئة التدريس أو الصيدلي من وزارة الصحة يشاركون فقط في قضايا ذاك العلاقة بالصيدلة لكن فيه يعني هيئة صحية شرعية لطب الأسنان في هيئة صحية شرعية للطب والجراحة منفصلة وهي واحدة وفيها أمين سر يعين وزير الصحة طبعا اختصاصات الهيئة النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص يأم مسيدية تعويض إرش والنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من عضاء الجسم أو فقدان منفعة أو بعضها حتى لو ما كان فيه دعوة حق خاص يعني ممكن المريض ما يطالب لكن ممكن المستشفى أو المركز الصحي أو العيادة هي ترفع تقول لا هذا الدكتور سوى مشكلة أو تلف فيها الهيئة تنعقد بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم قاضي طبعاً ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم على القرار خلال 60 يوم من تاريخ البلاد القرار طبعاً أي حد يصير لضرر أو خطأ طبي محل الإدعاء أو ورثته ممكن لهم يجوز لهم اللي طالب بحق الخاص مهما بلغ مقداره أمام الهيئة الصحية الشرعية التي تكثر الدعوة هي تعتبر محكمة مستقلة تقريباً يكون فيه تحقيق من دوي الخبرة والكفاءة في لو واحد رفع قضية يكون فيه محقق ويدون جميع البيانات الشخصية والمخالفات ويسمع من المدعي عليه ويسمع كمان من المدعي وممكن يجلسون مع بعض كلهم ويكتب كل محظر تحقيق فيه بيانات كاملة وفيه شهود ويعيد عليهم ويوقعون عليهم طبعاً المكلف بالتحقيق ممكن يستعين بمختص مثلاً لو كانت المشكلة فيها جراحة ممكن يستعين ب consultant surgeon أو لو كانت أطفال يستعين ب consultant pediatric dentist خارج الهيئة يعني هذا شيء مستقل ويقدم تقرير بصفة استشارية على المشكلة طبعاً هذه كلها المعلومات والوثائق كلها ملف الطبي طبعاً ينأخذ والشععات تحاليل كل شيء ويحطون في ملف وهذه تعتبر معلومات سرية طبعاً وإذا خلاص جمعوا كل القراءة ونتائج والتحقيق وال كل التحقيق مع المدعي ومدعي عليه كلها يرفعونها لهيئة الصحية الشرعية وتكون هي جهة الاختصاص في الفصل في القضايا المرفوعة يعطي يعطي نسخة للهيئة ويعطي نسخة للمدعي العام المختص وفي طبعاً كل قضية لها ملف مستقل أعطيكم أمثلة على بعض القضايا يعني في قضيتين يعني مختلفات في المضمون لكن عشان ممكن توصل الصورة بشكل أوضح يعني قضية الأولى مها عمرها 29 سنة على خلاص تتزوج راحت للطبيب الأسنان طبيبة الأسنان قالت لها لازم نسوي لك ابتسامة هوليوود أنت عروسة أنت ما عرف إيش سوت المسكينة ابتسامة هوليوود صار عندها آلام وعندها روائح كريهة في الفم أثر على حياتها الزوجية الجديدة حالتها النفسية ساءت وبذن رفعت قضية عندها خطأ طبيب أول شيء قبل ما ترفع راحت للمركز مرة ثانية قالوا لها لأ أنت السببب أنت لازم تنظفين بشكل الأحسن أنت ما ما كشفوا عليها ولا سيادة قال لها آلا أنت عندك خراج في السن الأبر سنترل وفتح لها بدأ لها علاج عصب وما كملة طبعا ما أخذ أشعة ولا أخذ أطوال الجذر ولا عرف إش سبب الروائح اللي موجودة ولا عرف يعني ما حت تكشف على الأشياء الثانية على طول قال عندك خراج ونبو نسوي راحت طبعا القضية لمختص سووا فيها التحقيق جمعوا الملف جمعوا الأشعات الموجودة كل الأشياء القبعات الأسنان لو كانت موجودة فكان فيها حق خاص حق خاص رجعوا لها كل اللي دفعت لأن كان الشغل سيئ الأناتومي حق البنير اللي سوتها كلها سيئة جدا هي سببت لها مشاكل ولازم إعادة علاج بالكامل نرجع لها كل اللي دفعت هذا أول شي ثاني شي عوضوها ب35 ألف ريال قيمة إعادة علاج الأسنان من الفرس بريمولر الفرس بريمولر فوق وتحت لأن العمل كان غير مقبول طبييا ولا يوجد فيها تطابق من الأسنان الطبيعية أقلت حتى السمن بين الأسنان ما نظفته والدكتور الثاني بدأ علاج عصب بدون أشعة وما كمل علاج حتى إني ما عد قل لها ترجع إني بس فتح نظف قفل دفعها قيمة كاملة وخلاص وما حشا هذا الحق الخاص الحق العام نظرا للأخطاء الطبية التي قام بعملها المدعى عليهما والمدونة في تقرير الخدير اللي هي كانت عدم توثيق الحالة في ملف المريض بشكل احترافي في ملف ما كان فيه واضحة ليش سوت لهذه البنير كلها ما كان فيه أشععات ما كان فيه حتى الجلسات اللي كانت تجي فيها ما كانت يكتبون تاريخ ويكتبون السعر اللي دفعت هذا كل يوم ذي كان فاتورة بس ما كان فيه تفاصيل ولا ما مدك الهستري ولا أشياء ما أخذوا أشعة في السن اللي قال عندك قراج فيه ولا أخذ الوارس ولا قال لها يخلص العلاج ولا ما قال ولا حتى كتب في الملف هذه الأشياء حتى ما هي مكتوبة العمل العدسات كانت غير مقبولة طبييا وما نظفوها من الصمغ العالق بها بكل تعتبر حق عام طبعا في هذا الحق قررت الهيئة الصحية الشرعية إدانتهم ومعاقبتهم بإلغاء الترخيص بمزاورة المهنة الصحية وشط بالاسم من سجل المرخص لهم قضية ثانية اختلفة عبد الله جاء ألم في جهة اليسرى السفلية من الفك راح من الطبيب قال طبيب أسنان قال لازم نخلع لك 3-7 عبد الله وافق خلعه للسن لكن الألام زادت في الأيام الثانية يعني بعد كم يوم يزيد الألم يزيد الألم يأخذ أدوية ما يروح الألم رجع للطبيب قال هذا عادي طبيعي بعد خلع السن استمر أنت خذلك بندور خذلك بروفين ويروح ما راح الألم طول قام راح للطبيب ثاني في عيادة ثانية محترمة أكثر قال لديك دراي ساكت قدم للعلاج المناسب يعالج دراي ساكت وكل شي رفع قضية على القبيب بسبب الألام اللي جتها وبسبب التعب والمشورة والأشياء حق خاص طبعا راحت هذه القضية بالأشياء عب وكل الأشياء أو الملف المختص أو وقال لهم هذا الشيء هل خطأ طبي ولا ما هو خطأ طبي قال لا هذا يعتبر مضاعفة طبية ليست خطأ طبي الطبي ما هو اللي يسبب فيها هو سوى خلع الخلع كويس كل شي لكن إنه هذي مضاعفة فما في حق خاص سقط الحق الخاص لكن الحق العام الخطأ الخطأ الطب اللي سواه طبيب الأسنان إنه ما شرح له المضاعفات اللي ممكن تصير ما قال له لا تدخن بعدها بيوم ما عطاه الـ Postoperative Instructions ما أخذ أشعة للسن قبل ما يخلع يعني الدكتور قاعد يقول هو مرة واضح يعني ليش أخذ أشعة بس إنه هذا ما يعفي بتخلع سن أو بتسوي لازم X-ray ما في أشعة لا تسوي الشغل بسبب هذه السنين اللي ما شرح المضاعفات ولا أخذ أشعة للسن هذي حق عام نتج عنها إلغاء الترخيص ومزاورة المهنة الصحية وشط بالأسم من سجل المرخص له فهو شي جدا مهم لا حد يعني يتساهل فيه يعني ربي يستر أحيانا في أشياء أحيانا كثيرة لكن ممكن تجي قضية واحدة يتدمر الكير أو تدمن المهنة كلها دور الممارسة الصحية دوركم يعني المهم من أهم الأشياء فيها التجلات الطبية الملف المريض لازم تكون كاملة ووافية فيها تفاصيل العلاج بالكامل إشثار وفي كل زيارة إش قاعد يصير تفاصيل الحشوات نوع الحشوة فين مكانها أي سن إذا كان أشععان أخذت ولا ما أخذت إذا كان في امبرشنز أو طبعات أخذت أو لا والأرشفة إنك تحفظها يعني مو بس إني أسويها وقلاص أتخلص المريض أرمي الملف الزبالة أو أتخلص لازم يجلس فترة لأنه ما تعرف أنت ممكن في السعودية الوقت اللي لازم ينحفظ فيه الملف هو على الأقل خمسة سنين بعد خمسة سنين أنت غير ملزم بحفظ الملف لكن خمسة سنين لازم يكون الملف موجود حتى أو المريض ما يراجع طبعا أن يكون واضح يعني هذا خربشة الدجاجة اللي موجودة في بعض الملفات وهذا ملف فعلا هذا ملف حقيقي يعني أتخيل حتى نفس طبيب الأسنان ما يقدر يقرأ اللي هو كاتب ما أعرف أحيانا ونشوف أشياء أغرب أحيانا أو يكون الأشعة نفسها لا هي لا تصلح للتشخيص ولا تصلح للقراءة ولا لازم تكون لما تنأخذ أشعة لازم تكون لسبب معين لغرض معين ولازم تكون تؤدي الوظيفة اللي علشان أخذت الأكسري ما يصلح هذه الأشياء أنه ما نقدر نقراها ما نقدر أشوف فيها بس أنها يعني عن الحلال وحرام حط أكسري وحط ملف لا إذا ما كانت وابحة فهي عن دياجنوستيك فهي كانك ما أخذت شيء أو يكون في خطأ في التشارتينج يعني هذا يعني مثلا محطوط اللي في التشارت إن الاكسراكتد الأبر لفت بس أن اللي مكتوب في الكتابة إن اللور لفت فمين نصدد إذا ما في عشعة هذه طبعا أهميتها هذا التشارت بتكلم عنها بعد شوية في جزئية مختلفة عن الأخطاء الطبية طبعا هذه تعتبر أخطاء طبية بس أن أهميتها تتعدى للخطاء الطبية هذا نفس الشي مكتوب في التشارت بينما في الكتابة هو فهذه مشكلة وخطأ الطبية تعتبر السبب الثاني أول شي يعني الاحتفاظ بسجلات الطبية الصح والتشارت المضبوط وكل شي تحميك أنت كممارس صحي تحميك من أي في المستقبل أي مشكلة تسير أو أي مخالفة طبية تحميك لكن لها أهمية ثانية مختلفة يعني كمان أهميتها أنا من تخصصي في اللي هي الهوية نحن نستخدمها بشكل كبير في الهوية الهوية هل هي مهمة أو هل واحد مهم من أن نعرف هذا مين وجود هوية للشخص حق من حقوق الإنسان الأساسية لأنها تعطينا حقوق أخرى في امتيازات من الميلاد مثلا يدخل المدرسة الزواج التقاعد الوفاة كلها وحتى بعد الوفاة شهادة الوفاة يعني مهمة فالمجتمع عليها التزام قانوني وإنساني تجاه المتوفى هذا لو ما نعرف لو أنه مجهولة الهوية فالاستعراف أو تأكيد الهوية مطلب قانوني أساسي لمعظم النظم القضائية في حالات جثث مجهولة الهوية أو مثلا في حالات الكوارث لازل تسونامي براكين طيارة طيح أو جرائم الحرب والقبور الجماعية هذا اللي لازم نستعرف عليهم ليه لأنها قضية حقوق إنسان لازم نعرف هذا الشخص مين ما حد يبغى يتعامل بجثته بهذا الطريقة فكل واحد لها الحق أنه يتعامل بكرامة وأنه يندفن حسب معتقده وأنه يرجع لأهله لأن شهادة الوفاة من غيرها لا نقدر ننقل ملكية ما في تأمين ينصرف الوصية وتوزيع الارض ما نقدر نسوي من غير شهادة وفاة هذا غير إنه عملية الحزن وقبول بحتمية الموت ما تطير إذا ما في جثة إذا ما رجعنا لشخص إذا كان بس مفقود إذا شخص بس مفقود وما نعرف وما نعرف فين أو عندنا جثة مجهولة وما نعرف حتى 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 ثمين أهله مستحيل يتقب بيقة أوبرت لازم نساعدهم الاستعراف طبعا بأشياء كثير في الجسم البشري يعني أشياء كثيرة بصمات بصمة مؤشارات جسدية فالاستعراف البصري يعني يستخدم بشكل كبير لكن يعني نستخدم المفروض في أشياء مرة مرة بسيطة يعني مثلا واحد دوبة طلع من عندنا من الغرفة سوى حادث قدامنا وتوفى كلنا شفنا أنه مين ممكن استعراف بصري نقول وهو ودف لا نعرف لكن في حالات ثانية لا ما نقدر يعني إذا كان يعني حتى منهي عليه دينيا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشهد حمزة بن عبد المطلط ومثلوا فيه المشركين يعني جدعوا أنفة بقرة وبطنة فجت أخته تبغى تشوفه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لولدها الزبير بن العوام ألقيها فأرجعها لا ترى ما بأخيها لأنه فيه ضغط نفسي على الأهل لكن هي رفضت قالت لا أنا عرفت أن أمثل فيه بما أن في سبيل الله بأحتسب وأصبر فالرسول قال طيب هي اختارت خليها فنظرت إليه فصلت عليه واسترجعت واستغفرت له لكن أن أنا أحط الأهل هي باختيارها قالت أنا عارف أشفي لكن أبغى أشوفها لكن أنا باختياري أقول للأهل تعالوا تعرفوا على جثة ولدكم ولا بنتكم ولا أبوكم هذا ضغط نفسي منهي عننا ويؤدي إلى مشاكل ثانية يؤدي إلى مثلا هذا الفريق الهوكي من كندا كانوا رايحين إلى أمبارا حالقين كلهم شعرهم قصير صابغين أصفر فيه واحد توفى واحد دخل العناية كان في غيبوبة هذول الثنين سووا استعراف بالبطري بالوجه قالوا هذا ولدكم يا عائلة ألف وهذا ولدكم يا عائلة باء العائلة ألف دفنت ولدها العائلة باء جلست مع ولدها في غيبوبة أسبوعين إلى ما صحى واكتشفوا أن ما هو ولدهم أكتشفوا أن ولدهم هاي رجعت قال لني تايم آوت بس يلا فبسبب هذه المشكلة الخطأ الكبير اللي راح وزير العدل الاستقال من منصبة فأدلة الاستعراف الأولية اللي هي حمض نووي بصمات أسنان كل واحدة لها استخدام معين يعني كل واحدة من هذه الطرق تعطي هوية تعطي استعراف أهمية الأسنان عندها متانة تعيش كويس الحشوات تجلس في عندنا مختلفة تخليها مميزة كأنها بصمة للشخص يعني مثلا زي هذه الجثة محروقة انتحر طلق بندقية فمه لكن لما نفتح الفم نلاقي الأسنان محفوظة بشكل مرة كويس فنقدر نستخدمها وفي أشياء كثير لو كان عندنا أشاعة ما قبل الوفا بعد الوفا في أشياء طبعا كمان تجم منها طقوم الأسنان التقويم حتى التري أو ممكن نستخدم فسجل الأسنان جدا مهم لأنا أقول أن كل طبيب أسنان هو لأن من غير السجل الكامل ما نقدر نسوي الاستعراف ما نقدر نسوي فسجل الأسنان الكامل هو المكتوب إشاعة الأسنان الصور علاجات الأسنان وإذا كان في الكوارث الانتربول حط بليل لتحديد هوية ضحايا الكوارث وحط أنه قال لازم الفريق العمل الاستعراف يكون فيه طبيق طباء ويكون فيه طبيب أسنان ويكون فيه بصمات وانتربولوجي ففي الانتربول أنا ومثل المنبكة العربية السعودية في الانتربول فيه هذا فريق الانتربول او بحايا الكوارث ويصير فيه الفريق يتكون من زي ما قلنا التخصصات المختلفة أربع تخصصات مختلفة وحطو لهم نماذج على أساس تكون standardize لأنه أحيانا يكون فيه أكثر من فريق من أكثر من دولة يشتغلون على نفس الكاركة فيعبون اللي هي المسنج أو الشخص المفقود في الورقة الوردية والورقة الصفرة اللي هي الجثة مجهولة الهوية ويعبون فيها التشارت ودينا نسوي مقارنة ونسوي الاستعراف قبل فترة أنا قرر أتخلص بس أنا بغى ننهي بشي مختلف شوية أنطلب مني أكتب فصل في هذا الكتاب ethical approaches to human remains ذال اللي أكتب فصل عن الأخلاقيات التعامل مع الموتى في الشرق الأوسط فأنا أول شي تخيلت أنه بيكون شي سهل لأن إحنا أكتر ناس نسوي مشكلة على التعامل مع الموتى ولازم يندفل بسرعة ما نبغى نسوي تشريح ولكن ما لقيت إنما كان فيه أخلاقيات مهنة للفرنس أو مع الموتى فقاعد أسوي ريسيرتش كبير في ضمن هذا ريسيرتش لقيت معركة أحد معركة أحد 625 ميلادي طبعا المسلمين انهزموا في هذه المعركة هزيمة كبيرة لكن نتج عنها شي جدا عظيم أول شي لازم نذكر أم عمارة أني كانت من أشرس المقاتلات وهي اللي دافعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طاح في الحفرة وردت عن المشركين لكن كان في نتج في هذه المعركة اعتبارات أخلاقية تجاه ضحايا الكوارث حط الرسول صلى الله عليه وسلم أربع قواعد مهمة فيما يتعلق بضحايا المعركة هذه كانت ثورة في العقل العربي في هذا الوقت سابق عصرة بمسافات أول قاعدة حطها منع تشويه الجثث أو التنثيل بالجثث قاعدة الثانية لازم نحدد هوية جميع الجنود القتلى طبعا وقتها كان في وسائل بصرية استخدام علامات أو الملابس مدوب أو شم أو مقتنى شخصية خاتم وأنشأ وقتها أول فريق لتحديد هوية ضحايا الكوارث في التاريخ أول DVI أو Disaster Victim Identification Unit الرسول صلى الله عليه وسلم سواه دبل 1400 سنة هذا الفريق كان بقيادة الربيع بنت معوث كان في الفريق أم المؤمنين عاجعة بنت بكر حمنة بنت جحش ضغط زوجة رسول الله وسلم أم زيند وأم سليط النجارية وأم سليم هذه كانت وظيفتهم غير الثقاية وعلاج المرضى بعد المعركة يروحون يرجعون كل الجتث ويسوون عليها استعراف والقاعدة الثالثة التي حطها أنه لازم ندفن كل حد ما نخلي حتى الأعداء وفي أقرب وقت ممكن وفي مقابر فردية ما في مقابر جماعية إلا في الحالات القصوى والجثث القاعدة الرابعة ليست للبيع أو للرهن حتى لو كان من العدو وللأسرة الحق في الحصول على جثث أحبتهم حتى أثناء الحرب وحتى لو كان عدو هذه القاعدة هذه قاعدة طبعاً طبعاً هذه القواعد الأربعة موجودة كلها في قانون الدولي الإنساني اللي هو نحط 1985 ميلادي يعني بعد 1400 سنة من رساله نفس القواعد لكن القاعدة الرابعة هذه اللي هي إنه لازم نرجع الجثة للأصحابها لأهلها تفوقت على القانون الدولي الإنساني لحماية كرامة الموت واحترام احتياجات أحبائهم ليه؟ لأنه في القانون الإنساني الدولي يقول لك إنه مو لازم نرجعه إلى وطنه بشرط أن يكون عمله بشرف يعني ندفنه دفنه كويسة وكل شيء بس مو لازم نرجع الجثة لأهلها بينما رسوله عليه وسلم حط قاعدة تفوقت فعلاً على القانون الدولي الإنساني وحط هذا القانون قبل 1400 سنة يعني إحنا في دين عظيم عظيم ولازم يعني يستزيد من الفرانسيك دين تستري ممكن طفشتكم مننا شوية بكرة عندي لقاء مع دكتور منذر العيسى على انستجرام 11 مساء عن الفرانسيك دين تستري شكراً لحسن استماعكم وأي أسئلة تفضلوا الله يحكي العافية دكتور صخر بحقيقة أنا انشديت يعني لدرجة أني بعض الأسئلة أحاول شوية يكتبها الأسئلة اللي تجي الأسئلة اللي موجودة شوية يركز مع المحاضرة ما شاء الله بري وستفدنا كثير حقيقة أنا بحاول طبعاً نحن بدين نمتاخنين خمس دقائق فإن شاء الله أنه معانا خمس دقائق زين أساس بس أسئلة سريعة ونفضلوا الإجابات تكون سريعة عشان نقرم مع أنه ما عدقت بنغضي طيب الآن دكتور أنه اللي هو حق التقادم يعني تسقط بالتقادم زي ما يقولون أنه يعد لخص سنوات هل تحقي الآن أي قضية صحية واحدة مثلاً نصلحي في السنة إلا لو أكثر من خمس سنة أصحي حق لغالبك أنا نقطع من عندي الكلام شوية لكن يعني خمس سنين أنت كمنشأة صحية ملزم أنك تخلي الملف عندك بعد خمس سنين أنت ممكن تتخلص منه ممتاز فمعرف لا أعرف إذا تجاوب على سؤالك ولا لا بس أنه لن نتقطع عندي الصوت ما رجع كامل لا هو خلق هو خمس سنوات يعني كان السؤال أنه خمس سنوات هل بعد الخمس سنوات هي أولا الأفضل أدنجلة للأبس المفروض لكن قانون خمس سنين طيب في شعور ثاني يا دكتور عن الحق العام والحق الخاص إذا المريض تنازل عن الحق الخاص وكانت القضية موجودة والمريض تنازع الخاص هل يسقط الحق العام ولا ما يسقط إذا لا يسقط في القضايا طبي لا يسقط لا إذا ثبت أنه طبيب مدرب لكن إذا المريض يعني من الأول تنازل قال خلاص أنا أصلح أنا هو دكتور وخلاص يطيح الحق الخاص الحق العام لا يطيح الحق يعني هو مثلا نفرض أنه سوى صلح معه حان تجي هذه القضايا يكون مثلا رفع قضية وكل شي بل أنت صالح والطبيب أعطيك خلاص أنا أعطيك هذا الفلوس وخلاص وتنازل يتنازل المريض طاح الحق الخاص لكن الحق العام لو كان فيه أشياء فيها حق عام زي ما كتب في الملف ما أخذ أشياء هذه حق عام ما تسقط لا يحاكم فيها الدكتور طيب أنا في أسئلة عادية لو يقول الدكتور صخر هو مهم محامي وهو طبيب بس يعني اللي يقول طيب أنا سويت مثلا أندو وما الدكتور ما سوى رابر دام هلأ أقدر بعد خمس سنين أو كان مثلا من عندي يعني كان أندو شورت مثلا هلأ أقدر بعد خمس سنوات أرجع للدكتور واللي يقول أنا طيب سويت يعني نقول الدكتور صخر ترى رأي يعني هو رأي الشخصي بس تجي حالات تجي حالات زي هذي أحنا أن يكون ثار علاج وبعدين بعد خمس سنة ثار في مشكلة complication ولا أي شيء أي شيء ثاني ممكن في سن جنبه ممكن يروح العيادة ثانية ياخدون أشعة يلاقون شيء مكسورة في السنة اللي قد عالجه فيرفع قضية بعد سنين ويكون الطبيب لما يأخذ الملف ما كاتب أنه ثار في complication ما شرح للمريض هذه حق عام فتسير إلا تسير بعد سنين إلا أي فأحنا نقول يعني أنه هي ممكن تسير بعد سنوات وفي الأخير كل قضية تجي أصلا لها ملابسات يعني مثل إذا قال الدكتور صخر ترى المريض اللي حق يمكن هي وقتها في ملابسات يعني في نفس الموضوع لما يدرسها القاضي صح ولا لا يعني ما هي كلام بالمجمل عاما عند غضاء ما في كلام بالمجمل إلا وقت لما تكون اللورات موجودة والملفات والخلوم موجودين في سؤال الدكتور صخر كبير يجي عن اللي يشتغل في غير خاصة يعني مثلا تكرر السؤال ذا بصيغة مختلفة مثلا يقول لك هذا سنان تقويم مثلا ويسوي كرام هو أصلا هو يحق له لأنه لما كان جي بي كان يسوي كرام في الدينتل سؤال يسوي كرام في الدينتل سؤال وبعدين تخرج وصار دكتور تقويم ما يحق له أنه يسوي لا لا طيب يعني كل واحد بتخصصه ما يقول لأنه لما كان جي بي درسوني كليا كذا لا ما يحق لا لا لأنه هناك متخصصين في الموضوع أكيد طيب الشي ثاني يا دكتور سخار عن الكنس معلش أنا ماشي بسرعة بس عشان الكنس تورم الآن في أسئلة تجي أنه هل كل شي أنت قلت لما يحس الدكتور أنه في مضاعفات أنه نعرف المريرة لما يفتح في مستشفى وفي مونشا عادة أنه يوقع ملف أولي أنه أنا موافق على العلاجات نجي للنجرات الخاصة طبعا نحن جمعية الأطفال خلنا نسأل مثلا زي في بعض الجامعات أنا في الجامعة معينة الدكتور ما كانوا يحسون في جامعات يحسون في السعودية الهصب يحسون خلنا نسأل السؤال البدياتريك ونقيس عليها الباقي هل الدكتور هو اللي قيم الشيء للمضاعفات بناء عليه يوقع المريض إذا أنتم ملم بال procedure اللي أنت قاعد تسويها مثلا لو أنت بتسوي general anesthesia ما هي وظيفتك أنت كطبيب أسنان تسوي الـ consent form حق general anesthesia هذا وظيفة الـ anesthesiologist ولازم يفهمهم إياها لكن أنت procedure حقتك اللي أنت بتسويها لو أنت يقول administer nitrosoxide أنت اللي لازم تشرح أنت لازم تشرح لهم شرح مفصل وconsent خاص بال nitrosoxide مو الـ consent العام حق قلت أنا موافق على العلاج أو خلاص لا في consent موافقة على العلاج العام موافقة على الدفع و consent خاص بالمضاعفة ماذا يحدد الإجراءات يعني اللي يحدد الإجراءات هذه مين هل هو الدكتور نفس اللي يقول مثلا implant أنا بسسوي المريض implant مثلا زي طب تقويم زملانا يوقعون المريض رحيانا لأنه يعالج المريض على مدى سنتين فيوقع على الـ مثلا هل الدكتور هو اللي يحدد إذا كان هو يبقى يحط على مثلا الدكتور يسوي تبليل السنان يوقع على consent الأفضل الأفضل إنه أيوة على كل شي يوقع حتى لو المنشأة الصحية ما وفرت لك الـ لا تسقط عنك المسائلة ما تقول المسائلة يعني مو شرط يكون فورم فورم ممكن يكون في نفس الـ أو في الفايل إنه يوقع تكتب على الـ ويوقع عليه إنه تشرح له يعني مو شرط إنه يكون فورم رسمي بس لازم يكون في دليل أن نشرح له وأن نوافق طيب آخر سؤال والله هلس إليك كثير وانا قاعد تكتب عندي وليقدر تغطي كل شي وفي أشياء يجين على الواتساب من هنا لكن خلني أسألك آخر سؤال إحنا ما نقول لله والله إحنا يعني يجينا في المحاضرة هذه على الزمل بس أليك سؤال يمكن يكون جوابه طويل شوي بس حبل الاختصار بقدر الإمكان نقول إحنا تكلمنا عن حقوق المريض والمشاكل اللي على الطبيب وهذا كان عنوان المحاضرة اليوم أغلب اللي حاضرين يمكن من زملانة لكن عندنا هنا في المجتمع واجبات أو حق الطبيب نفسه تمام أو نقول حقوق واجبات المريض والطبيب هل في يعني لأنه أحيانا بعض المنشآت أو مثلا وزارة الصحة مشكورة يعني حق التعليمات أن المريض إذا تجاوز على حق الطبيب وكله فإنه يحق للطبيب أنه الآن صارت ما كانت موجودة الزمان الآن صارت صارمة باختصار هل أنت تشوف وش الجانب اللي عندنا هنا في المجتمع وسواء صعب شوي لكن ودور إيش الجانب اللي عندنا في المجتمع هل لأنه أصلا حقوق الطبيب أحيانا ما هي يعني منتهك يعني بشكل بسيط في أقليل خلينا نقول هل نقص نظام نظام الممارسة الصحي في الحقوق والواجبات يعني مفصلة كمان إنت إيش الواجب المجتمع لك عليك يعني مجتمع إيش المفرض يسوي لك أنت كممارس صحي أنا يحترمك وإنه لازم كده وإنه لازم كده وفي أشياء من المريض خاصة كمان مفصلة كمان بس أنا ما جيت عليها لأنها هدف المحاضرة كان أن أحمي نفسي الواجبات المجتمع للدكتور والممارس صحي والمريض عدم الإساءة الأفضية الجرسدية الجنسية عدم فيها مفصلة مفصلة عشان كده نقول مهم جدا لكل ممارس صحي يقراها بالتفصيل عشان يعرف حقوقها وواجباتها موجودة على موقع وزارة الصحة هذه الأنظمة ماشا يرسلون إيميل على إيميل بالعكس شاكر لماذا قلت النقطة هذه عشان ما يقولون والله أنتم قاعدين نشوفون أخطاء ومشاكل وكذا وإحنا نقول يلا تاريكم برضو حوق وتقدروا نشوف هنا تطلعون عليها شاكر ومقدر ومحاضرة حقيقة عن الجان يتبقى كبير يعني والناس تسأل وكذا لكن نقول لعل إن شاء الله يكون لقاء في مرات قادمة إن شاء الله واللي عنده أسئلة الدكتور سخر إذا حبت مثلا أجساء لديك على إيميل أو حساب كالتويتر اللي يحبون يعني أنا هذا الإيميل مرة ثانية اللي يبقى يأخذ الإيميل أي وقت تويتر إيميل ماشا في الجمعية نحط في تقديد الجمعية إن شاء الله بعد ما نخلص المحاضر نحط حساب الدكتور اللي عند شكرا لك شكرا لك ومعنا الآن سبيكرا الثاني معنا المديريتر طولت علينا شوي معاش الدكتور صالح مايك is yours Thank you Dr. حازم and for your affirmative and we'll organize the presentation Our second speaker is Dr. صاح الغبان He is one of the well-known oral maxillofacial surgeon and has an impressive work in laser dentistry and its application Dr. صالح has a CV he holds a bachelor degree in dental surgery master of science and doctor of philosophy He is a co-editor for a chapter in a textbook laser and surgery and dentistry pages 715 to 728 published in 2001 Switzerland He used to be a head of oral maxillofacial surgery unit in Skirti Voss Hospital Rial from 1999 to 2016 27 years experience in using different laser wavelengths in uropatial region former active member for the world federation for laser dentistry 1998 to 2014 currently working in a laser center medical use clinic 2016 till now so Dr. Salah the mic is yours and good luck with the lecture about laser and diatric dentistry and orthodontics thank you bismillah rahim so to other okay very good first of all I'm very glad really to participate with my colleague and pediatric dentistry and for sure I'm going to learn from them with during the question time and I wish I can share some of my experience in laser and how laser can benefit in the treatment for children as we have it also for adults I don't know how to switch for my slide okay screen share just for now it's showing yeah it's okay now you can see the slide now right yes yeah so starting I like to put my name in Arabic because there is some text some letters we cannot pronounce it correctly so and the background is my town where is my childhood was there as I'm going to teach how to handle children and dentistry in this area I used to learn swimming and I was born somewhere here our house in this region and this is the old town or the city center you call it and here this house my mother was born here and this building still up to date and I wish the society for to come and do one of their activities in my town which is now growing especially with the project of Neom in our region dealing with kids actually this is I think very difficult and very important at the same time because as a parent we really worry about our children and we don't want children to suffer during dental treatment we all had experience in dental chair and how sometimes we really feel a kind of stressful or phobic those people they have phobia even adults they don't like really to visit the dentist there are many reasons for that but today I'm going to focus on the how can we make life easy and we can help the children as we are going to apply the skills of dentistry for a child so laser can make the child happy and also the parents will be happy if the treatment went very smooth and easily without pain without suffer and the advantage of laser which I'm going to cover today insha Allah in this lecture might also change the idea for some dentists particularly the general dentists and the benefit of using laser to gain the advantage of these tools laser there are many types of laser actually the name laser is a general name but we have many different wavelengths so for this reason I would like to talk about what is the difference between type of laser and when we can use the laser for heart tissue and when can we use the laser for heart tissue even for soft tissue which is the one we can use for lesion with more blood vessels and which one we can use for fibrous tissue like the gingiva and also we're going to cover something about the low-level laser so laser is light and the light being described by our historical figure hasan that the light is composed of a stream of tiny particles which is we call it today's photons and we know that the laser that the wave or the light is the basic things is the wave in the light and we have different length for the waves so for this reason we will have different type of laser and probably we studied this in secondary school and the first year of university how to measure the wave so one wave will be starting from here and end for here so this is one wave and we have short waves and we have long wave so we measure from here to there this is a large or wide or the size here is bigger than this one so we have different type of laser we have a laser with short wave we have a laser with large wave and if we measure if we consider the distance here is in time for example one second so you can measure how many waves passing here in one second in this large wave we have only two waves passing in one second so we call it this hairs actually we have two hairs here probably have seven or eight hairs per second and this is important in handling laser other thing really important when we deal with laser is the height here or the power or the amplification if we can increase this height we get a very strong wave and this is the difference between laser and the normal light because laser is light but this height is very high so if we add more waves on this one so the height will increase and the laser will become powerful so here we have one wave while if you add here in the bottom one here you see here the number of waves increase so the height increase so it is very powerful energy a lot of photons running in one direction same speed very high power so when it target the tissue it will be absorbed and will make an effect in the target and we will talk about the different type of targets like the homoglobin the hydroxybutoide the content of the tool and bone and also we'll talk about the water and other things so when it hits the tissue it will be absorbed and transmit the heat to the target so I have to select the right wave or the right wavelength in particular for laser to target the right target if you call it or the right chromophore we call it the term chromophore where it absorbs the laser so not all the wavelength will be the same in the absorption of the waves it depends on the structure of the tissue and also depends on the type of or the wavelength of the laser so to summarize it we have different type of laser wavelengths and we have different oral structures we have heart tissue we have soft tissue we have blood fessels we have melanin and we have also water so there are laser absorbed by water there are laser absorbed by hydroxyapatite in the enamel dentin and the bone and there are laser absorbed by color like in the homoglobin and melanin so knowing this introduction is really important if we need to get a very good result by handling laser so laser is the forced or amplified waves that can produce the effect on tissue what will happen if the laser hit the tissue there are some possibilities here first of all it will be absorbed if this is the right chromophore for this wavelength or it will be transmitted deep to the tissue so I have to be careful here if I am using the wrong wave I might go to the pulp of the tooth while I am thinking that there is no reaction in the surface the other possibility is scattering this is very important actually for reducing pain during surgery or during tooth preparation or pulpotomy or other soft tissue surgery the other possibility which is really important to know is a reflection of light to the surgeon or the dentist to the eye mainly to the eye and of course if the laser hit the skin this is the direct hit of the skin it might cause injury if it's very close but we are concerning here about the vision of the dentist the nurse the patient and the relatives or anyone inside the dental room and our light spectrum we have many waves we have the visible light we have the infrared we have the ultraviolet even we have more than that we have the gamma rays we have the x-rays we have the microwave we have the radio if you look here and the gamma ray is very short the waves while if you go to the radio it's measured by kilometer and if you go to the infrared by microns or nanometer if it's shorter so the different type of waves based on the wavelengths so the more we go to the right side here we have very large wave and if you remember when we used to hear the radio will direct us to select the right waves according to the meter or kilometer our laser is in this region here in the visible small visible spectrum and in the ultraviolet and the infrared here we have the laser starting from the 400 to 700 nanometer and beyond the red we call it infrared and above the violet we call it ultraviolet our laser ranging in this area and for example the blue light here we have a very important now laser for of course for soft tissue but also for diagnostic aims for pre-cancelous lesion and also for dental caries other important concept about laser that each laser is one wavelength each laser gives us one wavelength I can bring two machines to bring two lasers this is okay but the source of laser is only producing one wavelength if I have the machine two sources so it will produce two wavelengths but the action will be according to the wavelength I will show you some cases later on so ultraviolet visible light and infrared we have this number of laser as you could see here and also we divide the infrared into near infrared and mid infrared and far infrared I will show you some video and live cases later on for some of the laser different type of laser wavelengths and was invited in Pakistan actually I put this to just to pray for Mr. Abdaim Rahimahullah he he supported me when I first time went to Pakistan for a conference actually it was in the association of prodontics I gave a laser course and lecture there and I was really worried to go to join this conference but I called him and he said no you should come I will take care of you and really I appreciated what he did for me during my laser course so the light is for laser is only one wave and the target we or we call it the chromophore is different according to the wavelength so again if this is the pulp tissue or we are for example near to the pulp consider this is 2 millimeter is the thickness of the dentin and I'm just removing infected dentin in this area but I'm using the wrong wavelength I might cook the pulp inside if I'm not careful by selecting the right wavelengths so I should choose the wavelength that will be absorbed by hydro sabbatite but I should not use it the one that be absorbed with color and very short wave that transmits deep to the tissue of course if I'm going to do bulbotomy then it's okay that I can use the one will be absorbed by hemoglobin I did the study before actually for the parameters governing soft tissue so we found that this is a 95 we found that the different tissue can give you different efficiency of laser cutting so the mucous membrane for example or the attached gingiva it takes more power more laser more time than the pre mucosa and also we found that the speed of tracking is also play a role in that and the tracking force is again can affect even the result for scarring and speed of cutting and also the power I mean the more power you add is not necessary you get a faster cutting you might increase the power but for causing a charring or destruction for the tissue beyond what you need from the laser to adjust the power this is also important during procedure so when you use the laser you will get the feel of it and you will adjust your machine according to the need actually I have to mention that not all machines they produce the same power I mean don't rely on what in the screen of the machines most of the time not most of the time some machines they do not produce the right power as it shows in the screen and also we have to consider that by the time you are using more laser I mean or the heating of the machine itself to get hot this will reduce the power of the laser and this is very important if you are doing research with laser so they are laser that absorbed by melanin and the homoglobin as you could see here there are some lasers and they are important for hemostatic properties in the oral cavity here we have the water so we have more soft tissue so we have laser in this region here like Erbimac and CO2 very nice for soft tissue cutting and the hydroxyapatite of course we need a laser that can be absorbed by hydroxyapatite again Erbim and CO2 are the best tools for that but we will choose the Erbim for heart tissue as I'm going to show you later because of the less thermal effect of the Erbim rag laser and less charing for soft tissue for heart tissue and if I'm going to use for soft tissue of course I will go for the CO2 laser so we have different type of laser and we have different dip or penetration of laser and and according to the chromophore and the wavelength we have this different type of laser tissue interaction then I thought actually I need to compare the penetration with the cutting speed so I did study this with my machine my professor was guiding me for this project and he was really helping me in the clinic how to use laser so we found that some lasers are very fast in cutting but very low in coagulation because they are absorbed by water like CO2 so this is the machine I love during my procedure in surgery because it's very fast cutting I will show you some video for phrenoptomy with these machines but it is very poor in coagulation I need something to do good hemostasis in vascular lesion it has quite enough hemostatic properties but for lesion like hemangioma or there is a bleeding I should go for something like diode KTB or if I combine the combo laser NDAG and CO2 I can get the benefit of both of them and this is published in this book as mentioned earlier and I'm proud that the name of Saudi Arabia and Riyadh is in this textbook so laser we can divide into HILT and LILT HILT High Intensity Laser Therapy LILT Low Intensity Laser Therapy and with the HILT we have different type of laser I mentioned here the laser actually that I have experience with and as you could see here there are many lasers absorbed by homoglobin and melanin and there are some here absorbed by water and hydroxyapatite where I can use them for heart tissue as I mentioned before laser absorbed by chromophore or by color so for example just to make life easy to understand the benefit or the concept or the principles of laser if I have dark hair I would choose the laser that will be absorbed by melanin or dark if I have a red color then I have to choose a laser that can highly absorb by red color like homoglobin sometimes we need more than one laser for one procedure and this is one of the disadvantages of laser and we'll talk about it we wish to have one machine we just press one button and give us a lot of wavelengths so this is the chromophore in the cavity melanin hemoglobin and water and hydroxyl the temperature from 60 to 90 when it's reaching the tissue this is what we call coagulation or sealing the tissue but not completely cooking the tissue 100% whereas there is increase in temperature in the tissue so to reach 100 it means it reached the water boiling temperature so the water will boil and will rupture and then it will cut the cell and the next cell and the next and the next and this is the way how it cut so in this case those laser highly absorbed by water very fast cutting and if we reach more we go to carbonization we need all this actually during our oral procedure and dentistry so as I mentioned we have these wavelengths in medical ease because we are specialized in this one but do do use what we have and I will show you how with one laser you can do most of the things you need particularly if you have those that can work for heart tissue and soft tissue there there is limitation for each machine but I do not recommend you to buy everything you just select the if you have a diode laser it's a very wonderful machine you can use it for many things except in the heart tissue and I think diode is the cheapest machines and it's everywhere in dental clinic so I will talk about diode for soft tissue and how it is very useful tools so these machines we have here I think this is the air bma laser we have another one it can give us three wavelengths air bma and two indiag 1.06 and 1.32 we have the co2 laser my favorite laser and we have airbium chromium we have another one here called airbium also but this one is not working because the maintenance of this photonia company actually had a hard time this is important when you buy laser you have to select the proper manufacturer or the agent to support you because laser for heart tissue very delicate and it needs a very good maintenance actually not like the diode this one diode this one also diode there is a third diode I don't see it here but but this diode is really do not need maintenance so if you have one diode this is wonderful if you have an air BMI this is a headache little bit with maintenance and as you see it occupying a lot of space in my room so this is another disadvantage for laser but here there is a just very quick here to show the difference and this is the diode now and now I will use the CO2 laser to see how fast CO2 and the CO2 is then contact CO2 very powerful very faster and the same power this will show you how different type I came yesterday actually just to do this for you so this is the airbium chromium I will let it go fast there is there isn't actually too much effect of cutting with airbium chromium maybe in door cavity because there is more water in the tissue but a non-vital tissue has less water so this is a fact we have to consider now the airbium before airbium chromium now airbium more powerful and non-vital tissue and this is without water you could see the sound more because it is without water and the CO2 now you can see how powerful is the CO2 you realize how important is the CO2 for soft tissue with no contact no you 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 يمكنك أن ترى مختلفة الآن. يمكنك أن ترى على أكثر واحدة مرحلة مقارنة مع الآخرين. أعلم أن يقوم بسرعة لأنني أعتقد أن الوقت يقوم بسرعة جدًا. ولكن هذا مهم جدًا جدًا للمشاهدة لإستخدام 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 قد تستخدم بعض المئات. هذا هو الاحيان الآن. موجودة غير مفتنة مع الآخرين. لكن كل أهم جدًا إذا أقوم بإستخدام لإستخدام لإستخدام. سألقم بها ببعض. إذن نستطيع أن نرى الآخرين مع الآخرين يمكننا إحضار لإستخدام لإستخدام كبيرة. لكن الآخرين لم يكن أقل المقاطق. قد يكون أفضل في المقاطق في البيض المعارضة. يؤمنون على المساوضة. لذلك لا تقلق بأن ما لا ترى هو أن هذا مقاطق البيض المعارضة. يمكن أن يؤمن في البيض المعارضة. So the heat emission is really important to consider based on the type of wavelength. And this can be seen microscopically to see the different reactions. This is NDAG and CO2, two different lasers. And you could see here with NDAG how is the depth of coagulation compared with CO2. So we will talk about heart tissue, soft tissue, and LILT or low-level laser or photobiostimulation. This is important for the LILT, for pain, for bleaching, and for healing, for wound healing, and for tumor-level joint issues. So heart tissue laser, well, heart tissue laser, and there is soft tissue laser. And we have hard laser, we have soft laser. This is terms we have to differentiate between soft tissue laser and soft laser. Soft laser is a low-level laser. I will talk about it later. Heart tissue laser that can be used in bone surgery. It can reduce the pain when you do caries or facial sealant. And it will help in removal of the infected dentine. And also it's make the enamel more stronger to resist the acid from the bacteria. So it is a very good preventive measure if you applied, for example, around orthobrackets or for facial sealant or even for a cavity preparation. It can be very useful to kill the bacteria and increase the resistance of recurrent caries. The soft tissue, of course, all laser can play, you can play with soft tissue without restrictions, except if you have a home laser because it has a photo-acoustic effect. But the diode, which is commonly used, very useful in phirinoctomy, for example, gingivectomy and all these things. Hemangioma, it's one of the best for hemangioma, comes after the NDAG. And the tooth exposure for ortho, for bulbotomy and bulboctomy also, it's wonderful. And it has a limitation for heart tissue, but the diode, I mean, but it can be useful. I mentioned diode here because it's commonly used in dental clinic. But myself, I prefer to use CO2. I will show you the difference in using phirinoctomy with CO2 and diode laser. photobiostimulation or LILT or CELT, it has an effect for reducing pain and trauma for children and for lesions like ulcers and also for pain in the muscles. Let's talk about laser in heart tissue and children. The laser can work in the bone, like for example here. And you can see it can drill in the soft tissue and in the bone, which is a very nice tool to have a tool that can do both soft tissue and heart tissue. And this is the Erbium laser, Erbium-Yag laser and Erbium-Chromium. CO2 can do, but with precaution, I don't really advise at this stage to use CO2 for bone because unless you have the technology for a coding system. You can do this for crown lintering by reducing in the bone or for adults, you can do for implant. But for tooth, if there is a decay or you need to do a class 2 filling or class 5, where it's very near to soft tissue, laser is very important to give you a dry field. And also hemostasis for the gingiva, less pain or no pain. I will show you some cases to do cutting in the soft tissue with no pain at all. And it is sterile in the area and it's very important for static and soft tissue. So one laser can give you all this advantage if you compare it with the traditional handpiece. Of course, the laser is superior, but we still need the handpiece for other things in dental practice. For the handpiece and the excavator, although it is still important and useful, but the laser has more advantage to these tools. And if you could see here, the temperature, it might kill the bulb, although we have cooling, but we have vibration, we have touching the tooth, the vibration. All this is disadvantage for the laser, for the traditional handpiece. And also you cannot control the cavity preparation. You might remove sound tooth structure with the handpiece. While if you use laser, laser, you can be selective. Why selective? Because I'm targeting infected dentine where rich in blood, sorry, rich in water. So I'm using the laser that highly absorbed by water. And also there is a water coming cooling system with the laser that will do cooling for the heat coming from the laser tissue interaction. So it's more safe for the pulp tissue. And it's killing the bacteria, protecting the sound dentine. This is really very important and crucial. In addition that it has no smear layer, and if you add acid itching, it increases the strength. I will show you later on how the acid itching with laser is more strong than normal acid itch. So there are a superior or a very good, actually, advantage. There is advantage for laser compared with the handpiece and the drill. But I'm not saying you should not use the drill sometimes. We do need the drill, especially if the laser is very deep and the enamel is intact. You can sometimes, in adults, you can do this, actually. You can start with the handpiece, and then when you reach the laser, you can get the benefit of laser by protecting the pulp and selecting the laser tissue only and protecting the sound dentine. This is the way sometimes we do it with adults, but also we have to consider that when you do polishing for the composite or the filling materials, you are going to use the handpiece. So the use of laser doesn't mean you will stop using the handpiece, but it will help you in protecting and give you a very good result for vital tooth. But here, I have to use the air BMEA laser or airbram chromium. I should never use diode laser or NDAG laser or hermine laser or AKTB laser or the visible blue laser. So we are talking here about those lasers absorbed by hydroxyapatite. The air BMEA laser, which is more powerful in absorbing, it's the best, actually, for heart tissue, then it comes after that airbram chromium. Both are nice tools, but I'm talking here about the percentage of absorption in hydroxyapatite. Air BMEA is number one. Fischal sealant. We go back to what I mentioned before, that changing of the surface of the enamel, in addition of bacteriostatic effect of the laser, this will end. And in addition to the increase of bonding strength, this gives the laser really an advantage compared with the other technique. And kids, actually, they like to be treated without touching the surface of the tooth, which is very important for treating children. It's very important to use water, because here, if you could see the air BMEA laser without water causing charring or increasing the heat, you have to avoid this one. And you have to use the laser with water, and to get the benefit of the air BMEA laser. And if you compare the laser with the rotary bear or hand bis, The laser can be used without contacting the tissue, and here, both of them can cut enamel and dentin, but the laser, I mean, less, or the rotary, much faster than the laser. And the advantage here, if you could see the effect of laser, that it can kill the bacteria, you don't have this advantage in the rotary. And the thermal effect is here, is important also for the rotary, is very high, considered with laser. I think this is the most important things. And the last one is the pain, which is less compared with laser than the rotary, sorry. Palbotomy and palbectomy. Dealing with soft tissue, with laser, you can use most of the laser, or all of the laser for palbotomy, because here we are coagulating the soft tissue. But when we are doing dental, or dental, or dental caries, then here we are concerned about the vital pulp. Now we are opening the pulp, so we can deal with the removing of the tissue of the pulp, or do the, or removing the infected part of the pulp, actually. And sealing the blood vessels, and the nerve endings. For this, we have less pain, and very good result. In addition, you are here, finishing the procedure, with no need for chemical agents, or irritants. I know there are many different types of chemicals used for palbotomy, and to be covered also with MTA, other things. But with the laser, you are reducing the risk of chemical side effects, and also no need for electrosurgery. There are many papers showing that the effect of the success with using laser, much better than with no laser. Pain is really concerning everyone in dental chair, even adults. So with the laser, here, I mean, there is a way you can use to get the benefit of laser, by holding the laser for two, three minutes, on the top of the teeth, before you start firing the laser, in a defocusing mode, you call it, I mean, with a distance, maybe three millimeter away from the target. And this will desynthesize the tooth, and you can use it without local anesthesia. And this is how it works, by numb the nerve, and then you can start your procedure. If you compare the drilling and scanning electro-microscopic picture, you could see the cracking here with the rotary bear, while here, there is a very nice laser preparation of the enamel or dentin, whatever, with, of course, with this smear layer, as I mentioned before. And this is important if you apply laser around orthodontic brackets. This will increase the resistance because it's more difficult for kids to clean their teeth around the difficult braces and other things like this, foreign materials in the tooth structure. So laser is a very useful tool here to be used. So for acid H, as I mentioned, you have a sterile cavity with acid H, if you add acid H on top of it, so it will increase the strength of the bonding for the composite. And, of course, the effect of laser-killing bacteria can be used in the canal of the tooth. And as you could see here, it can make the area dry and remove some tissue. I need to go fast, actually, because I'll have a lot of things to show you. And also compromise the composite. This video, how to use laser to remove the brackets, but here I'm showing for a crown, how easily you can remove a metal-free crown, should be metal-free crown. Sorry. Here, by dissolving the cement from inside, laser will go through the crown and will reach to the cement, will destroy it, and then you can remove it. So the ortho brackets can be removed in the same way. Bone surgery, of course, you can do bone surgery. I have to mention that in Berlin in 2006, I was one of the chairmen in the conference for the World Federation of Laser and Drug History. And one of the interesting papers was with Ingmar. He's the first one who drilled a hole inside the other bone. And he did it for implants. And that was really amazing, using the laser for the bone. And it works. And if you need to do crown lengthening, you easily apply the laser around the area. You need to reduce the bone height and will be in a few seconds or a few minutes maybe, that will have a good effect with no bleeding and very clear vision. And this will save time during dental procedure and good for the patient and for the doctor at the same time. Soft tissue laser. Of course, this is very easy things you can do with the diode laser or all laser can do actually. and depigmentation. And depigmentation, of course, depigmentation, while a diode or NDAG is useful, but I have to be careful here not to apply laser on the epical part of the teeth, because especially if the region had ortho, don't take treatment. This is the epices where the blood supply comes to this region. I have to be careful not to seal the blood vessels while I'm happy with my results from the surface. Also, depigmentation of the tongue, exposure for the tooth, dry, you can add your packets, very clear vision. And also, an ortho, you can remove like here, the soft tissue, you can remove it very easily in one same visit, no need to wait for a healing or flap or suture. And again, here, another issue here also, you can use it for flap, you can use this non-contact, you can treat pericoronitis or scar and lip surgery removing for scars. You can remove for histopathology, you can remove a lesion like this, the scomestylical serum and site, you would non-contact, with less bleeding, very safe to the salivary gland duct and no need for suture, small lesion like this, it will not take really one minute without even local anesthesia, you can do it very quickly, if you need local anesthesia, you can use only the gauze with xylocaine spray and that's it. mucocele, you can do mucocele under GA if you like, if you uncover the patient, here I'm using this under GA but there is a location in the GA for kids, especially for pedodontists because they are using GA many times. this is the diode now. The diode is more time consuming compared with CO2. I will show you the difference in using CO2 and the diode. here is the diode. Well, to talk on details about the amount of power you need and all these things, we cannot cover it in a lecture actually, but I give you the general idea and the feel of how laser easy, you can apply it with no suture and this patient was only with mask inhalation even there is no intubation but we put it in the GA room for the facilities we have. I have to go fast with this one also the use of laser without locanesthesia you can apply it but as you see here two three minutes before I start then you go with touching the tissue and then you can proceed for the procedure the CO2 laser is non-contact you just apply the light it will react with the tissue from a distance killing bacteria no bleeding no touching and no need for suture sorry for human geoma we have to use those lasers that absorb by homoglobin like diode or NDAG or KTP we should never use CO2 here especially for such large human geoma under GA we have to use a proper tube to avoid the fire might set up in the tube and this is very dangerous although we can use wet gauze to cover the throat if you don't have it but if you have it this is really useful to resist the heat from the laser a child like this with this kind of human geoma should be treated under GA with a laser and this is the post of result of course this patient has clift as well and this guy has human geoma I asked him what is the benefit of laser here here freenoptomy this is very easy with laser I can show you this I like to use CO2 laser here if I don't have CO2 I will use diode laser but CO2 is very fast as you could see here see how the tongue now released immediately released no bleeding no need for suture no oedema no swelling no pain this is really what is the benefit of using the laser as a tool for treating such case another case here with CO2 laser even no intubation just only with the mask patient drowsy I will use the CO2 laser here just only few seconds just only few seconds this girl she came to medoclase she is a phobic and one of the dentist advised here to come to be treated under laser I just applied topical anesthesia with xylokane and gauze but you have to see here I'm covering the teeth with gauze why I'm covering the teeth because CO2 is highly absorbed by hydroxyapatite and there is less amount of water in the enamel so if the laser hit the tooth it might cause crack in the enamel so I have to be precise in directing the CO2 laser only in the soft tissue in my target you will see now how fast using the laser when no bleeding and we're running out of time how far actually we're already okay 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 I will go fast okay okay let me go very quickly free noctomy this is with NDAG you can use it with NDAG lip scarring low level laser I'm almost finishing if you give me just two minutes I'll be fast low level laser for wound healing or pain and mechanism this is we can create for bleaching also use a single wave that really highly absorbed with the bleaching media this will reduce the time for bleaching and for diagnostic for using the laser as this is another issue cracks for the lips you can apply laser directly with diode can be useful here for herpes low level laser for trauma for pain this nurse came to me complaining of pain immediately he was able to open with no pain and this is with the benefit of low level laser you can also treat snoring with low level laser the disadvantage of laser is the number of goggles you need and the size of machine as I mentioned you before and here I end also my lecture with my town again I love it very much because for the last 30 years I never been during Eid holiday in my town with my mother but this is the only year I spent Eid here and this is the house where my mother was born in the second floor here and actually this is I like to end my lecture with a traditional house as I'm talking about the difference between traditional dental treatment and modern dental treatment thank you thank you dr saleh for your well informative presentation since we're learning right on time we'll move directly to the questions and we'll ask questions first is there specific age or limitation in using laser in young children limitation specific age or limitation in using laser in young children no you can use laser in all age actually laser is just light you can just concentrated light you can use it in all but you have to select the right wavelength for the right treatment actually doctor there are a lot of questions but okay are there any specific precautions to be considered when using lasers in patients during the COVID-19 pandemic of course this is an issue because the bloom of or the smoke we have to suck the smoke because there might be virus coming with the smoke and the laser I did not mention the question for the clinic you should not use windows with glass and you should have you should have some measures in safety during procedure but as I mentioned during my lecture I cannot cover everything during one lecture but I give just a general idea how can laser apply safely for children okay thank you for your presentation actually was honored to attend this lecture shalom jmei on the 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 first the 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 إنه يستطيع أن تحضر كل هذه الأشياء جميع المتحدثين من المتحدثين بالنسبة للخوان اللي سألوا عن اللاعب التنفيذية موجودة بإذن الله على المزاولة المهن الصحية موجودة في الجزء المحادثة ومكان رجوع لها باللغة العربية والإنجليزية محضر الدكتور صخر القحطاني وكذلك الدكتور صخر زوتكم في حال وجود أي اسئلة والدكتور صالح الغبان في حال وجود أي اسئلة وكنت وجه له مباشرة عبر محادثة خاصة وإن شاء الله تكون المحاضرة ممتعة للقادرة بإذن الله شكرا لكم شكرا لكم ما قصرتم إدارتكم ممتازة وبارك الله فيكم وفرصة شوفنا الدكتور حازم حقيا من زمان ما شوفناه والدكتور أنت برضو هذه من الأشياء الجميلة اللي يعني إن شاء الله تكون هذه من اللقاءات المتكررة وأنا دعوتكم يكون للقاء القادم أو السنة جاء إن شاء الله في ضبع والله يعطيك العافية دكتور والعدل من دكتور الحازم يبدو لي في مشكلة تقنية في الصوت فما يقدر نسمع الصوت كان بدنا يختم معنا الجلسة لكن إن شاء الله الجلسة القادمة يكون معنا بإذن الله إن شاء الله